حرب لبنان الثالثة ستبدأ بهجوم صاروخي قوامه ألف صاروخ سيمتر بها حزب الله المدن الإسرائيلية بهذه العبارات رسمت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية سيناريو بدء الحرب المقبلة مع حزب الله حزب الله الذي يزيد مخزون صواريخه على 130 ألفا بعضها يصل إلى مسافات بعيدة قادرة على تغطية أي هدف في إسرائيل بحسب التقديرات الأمنية الإسرائيلية سيعمد إلى ضرب أسراب الطائرات الحربية ووحدات الرقابة الجوية ما يفقد إسرائيل ميزاتها الأساسية في تلك الحرب واستعدادا لمواجهة قدرات حزب الله البرية أجرى سلاح الجو الإسرائيلي مناورات على سيناريو العمل في ظل هجوم صاروخي قد يستهدف مسارات الإقلاع وقواعد سلاح الجو الخشية مما ينتظر الجيش الإسرائيلية في البر قابلتها خشية مما ينتظره في البحر وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أنه خوفا من استهداف حزب الله حقول الغاز يعتزم الجيش الإسرائيلي كحل مرحلي وضع منظومة القبة الحديدية على سفنه الحربية المتطورة من طراز ساعر خمسة لحماية تلك الحقول هذا الكشف يأتي في السياق ذاته الذي سبق لرئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو ولمستشار الأمن القومي يوسي كوهن أنحذر منه وفحوه أن صواريخ حزب الله تمثل التهديد الأساسية لمنصات الغاز الإسرائيلية مصادر أمنية إسرائيلية تحدثت عن سباق تسلح تخوضه إسرائيل ضد حزب الله حيث يعمل سلاح الجو على رفع كفاءة الأسراب القتالية لديه لمواجهة حصول حزب الله على صواريخ ذات مستوى دقة عالية جدا الأمر الذي قد يمثل تهديدا فعليا للسرب القتالي للجيش الإسرائيلي ولمدارج الإقلاع في قواعد سلاح الجو المختلفة